البعد الزمني للخطة يوجد ثلاثة أبعاد للخطة هذه الأبعاد الزمني للخطة هي تعبير عن البعد الزمني أو المدى الزمني الذي تحتاجه تحقيق هذه الأهداف عندما نقول تخطيط طويل المدى وهذا النوع من التخطيط له علاقة بالإدارة العليا وطبعاً أنه هذا النوع من التخطيط يأخذ أبعاد فترة زمني قد تنتد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وربما أكثر من خمس سنوات تخطيط متوسط المدى وهو تخطيط أهداف هذا النوع من التخطيط هي أقل فترة زمني من التخطيط الأول ويسمى تخطيط متوسط المدى ويكون مناطب الإدارة الوسطى بمعنى أن الإدارة العليا تضع خطة طويلة المدى الإدارة الوسطى تشتق من هذه الخطة طويلة المدى وخطة متوسطة المدى تحقق نقاط أو مفاصل مرحلية في الخطة طويلة المدى النوع الثاني من الأبعاد الزمنية تخطيط قصير المدى وهذا النوع من التخطيط له علاقة بالمشروفين والموظفيين التنفيذيين ويكون في إطار الخطوات متوسطة المدى ويأتي بعد أن تكون الإدارة الوسطى قد وضعت خططها لاحظوا في هذه الثلاث الأهداف والفارق بينها صحيح أن كل مستوى من هذه المستوى له علاقة بمستوى إداري معين فالإدارة العليا لها علاقة بتخطيط طويل المدى والإدارة الوسطى لها علاقة بتخطيط متوسط المدى والإدارة والمشروفون والموظفين التنفيذيون اللي على المستوى الإجرائي لهم علاقة بخطات قصيرة المدى لكن هي تعبير في نفس الوقت على المدى الزمني الذي يستغرقه تحقيق الهدف هذا مخطط برضو يوضح في هذا التصنيف هذه الأهداف ففي المستوى الأول لها علاقة بالإدارة العليا ويتم تحقيق تخطيط طويل المدى وفي الإدارة الوسطى اللي تمثل المستوى الثاني تخطيط متوسط المدى وفي المستوى الثالث هو المستوى المشرفون تخطيط تخطيط قصير مدى وفيه مستوى رابع ممكن أن يضاف له علاقة بالموظفين التنفيذيين مخطط يوضح التخطيط داخل مختلف المستويات الإدارية لاحظ في تخطيط طويل المدى طويل ومتوسط على مستوى الطويل إذن الطويل هو طويل ومتوسط قد يأخذ خمس سنوات وقد يأخذ عشر سنوات إذن هو داخل في تخطيط طويل المدى لكن قد يأخذ بعدين بعد طويل جدا أقصى عشر سنوات وقد يأخذ بعد أقل من الأول خمس سنوات يظل لكن في مستوى التخطيط طويل المدى لاحظوا في تخطيط متوسط المدى ممكن يكون عندنا ثلاث مستويات في تخطيط متوسط المدى داخل المتوسط عندنا طويل المدى ثلاث سنوات وداخل المتوسط عندنا متوسط المدى سنة واحدة وداخل المتوسط قصير المدى خطط قد تستمر إلى ثلاثة أشهر فقط في التخطيط قصير المدى عندنا برضو ثلاثة تصنيفات قد يكون عندنا تخطيط طويل المدى يمتد إلى ستة أشهر ومتوسط المدى يمتد إلى ثلاثة أشهر وقصير المدى قد يمتد إلى أسبوع على كل هذه التصنيفات طويل ومتوسط وقصير هي تعبير عن المدى الزمني لتحقيق الأهدف قد يكون المدى الزمني لتحقيق الأهدف سواء كان طويل أو متوسط أو قصير هي سنة واحدة فقط إذن سيكون تخطيط طويل المدى مدة السنة واحدة وقد يكون تخطيط متوسط المدى هو فصل دراسي واحد والتخطيط قصير المدى قد يتمثل من خلال التخطيط المعلم لأسبوع أو لشهر دراسي البرمجة سنشر هنا الفرق ما بين البرمجة وبين التخطيط البرمجة هي مجموعة الإقراءات والتدابير التي تستهدف تحقيق أهداف معينة في أحد قطاعات التنمية الفرق بين البرمجة والتخطيط هذا جدول يبين الفرق بين البرمجة والتخطيط لاحظوا أن التخطيط على اليمين والبرمجة هي على الشمال وكل نقطة تبين الفرق ما بين التخطيط والبرمجة التخطيط تشمل جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بأهداف عامة طويلة المدى وقصيرة المدى هذا الفرق الأول البرمجة جزئية تقتصر على بعض الأنشطة الضيقة بأهداف محددة وضيقة اثنين التخطيط مركزي يعمل على التكافأ بين جميع قطاعات الاقتصاد القومي تقوم بها وحدة إدارية مع. ثلاثة التخطيط إلزامي لوحدات التنفيذ بناء على فهم واقتناع. ثلاثة في البرمجة. البرمجة اختيارية والتنفيذة مرحون بإداراتها. أربعة التخطيط سيطر التخطيط على النشاط الاقتصادي نوعا وحجما واتجاها بما يضمن التوازن. البرمجة لا تملك وسائل السيطرة على النشاط الاقتصادي. هذه هي فروقات أساسية ما بين البرمجة وما بين التخطيط.